شارك السيد عبدالله فيصل جبر الدوسري سفير مملكة البحرين لدى مملكة هولندا ومن دوبها الدائم لدى منظمة حضر الأسلحة الكيميائية المقيمة في بروكسل شارك في أعمال الاجتماع السنوي السادس والعشرين للهيئات الوطنية المعنية بحضر الأسلحة الكيميائية جاء ذلك بمشاركة عدد من الممثلين الحكوميين من الدول الأطراف المسؤولين والمعنيين بمهام وتنفيذ اتفاقية حضر الأسلحة الكيميائية على المستوى الوطني وتمثل الهدف العام من هذا الاجتماع في مساعدة الدول الأطراف في الاتفاقية على تعزيز وبناء قدراتها الوطنية والسعراض تجاربها وتنسيق تبادل المعلومات والخبرات فيما اتصل بتنفيذ الاتفاقية وتعزيز التعاون الفني فيما بين المنظمة والهيئات الوطنية وتحديدها التحديات العامة التي تعيق تنفيذ الاتفاقية وكذلك العمل على تذليلها من خلال تضافر جهود الدول الأطراف والخبراء بالأمانة العامة من أجل الاسهام في رفع مستوى الوعي بأهمية الحظر وبناء القدرات الوطنية وتعزيز الأطر القانونية للتمكن من تنفيذ الاتفاقية والأهداف المرجوة منها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر